أين موقع المدينة المدورة الآن؟ هل هناك آثار بقيت منها؟ في الحقيقة لا يوجد اليوم آثر واضح لبغداد المدورة بغداد أبو جعفر المنصور وهارون الرشيد وقد حاول العلام المرحوم مصطفى جواد تحديد مكانها فذكر أن موقعها كان بين منطقة العطيفية وعلاوي الحلة حاليا إلا أن أحدث تشخيص لموقع بغداد المدورة هي الدراسة التي قام بها المؤرخ الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام بعد اللعبة الصدفة دورها في هذا الاكتشاف ففي عامي ألف يعني نهاية 1999 بداية 2000 بدأت أمانة بغداد بمشروع واسع لإكساء شواطئ نهر ديجلة في بغداد بالحجر الأبيض اللي هسه والآن موجود وكانت ثمة بعثة آثارية مكلفة بإجراء مسوحات على ضفاف ديجلة قبل أن تكسوها الأحجار فلاحظت أن الجرافات العملاقة في منطقة العطيفية قد اصطدمت بأسس بناء بالغ القدم فتوقف عمل الجرافات وباشرت البعثة الأثرية العراقية بالعمل لتأثر على جدار أثري مغمور بالماء وعندما وصل الحفر إلى عمق ستة أمتار عميقة ظهرت لقى أثرية متحفية جميلة جداً وراقية ومنها قوارير زجاجية رقيقة مموهة بالمينة لحفظ العطور النفيسة التي اشتهر الخلفاء العباسيون بتعطير عمائمهم منها والأهم من هذا فقدم العثور على مسكوكات ومنها العملة التي كانت تعرف بالدوانيق والتي اشتهر بها الخليفة أبو جعفر المنصور التي كان يدفعها لعمال البناء ولذلك لقبه البعض بالدوانيقي كما عثر على مسكوكة نادرة مؤرخة عام 157 هجرية وعليها كتابة تشير إلا أنها ضربت في مدينة السلام وتحمل اسم الخليفة أبو جعفر المنصور عبدالله بن محمد هو هذا اسمه وحينما استمرت أعمال التنقيب تكشفت أسس ضخمة لبقايا قاعة كبيرة مزينة بلون ذهبي تشبه الوصف الذي جاءنا في كتب التاريخ عن قاعة العرش في قصر المنصور الذهبي الذي كان يتوسط بغداد المدورة والذي سكنه المنصور والرشيد والأمين إذن نحن أمام قصر المنصور ومقر حكمه الرئيس في بغداد المدورة والذي عرفه بقصر باب الذهب ومما يؤكد صحد هذا الاكتشاف عثور المنقبين تحت القصر على قناة معقودة جدرانها بالطابوق الأحمر ومبلطة بالطابوق الفرشي تربط القصر بنهر كرخايا المتفرع من نهر الفرات لأرواء المدينة وأيضا لكي تكون مخرجا إذا ما حصرت المدينة من قبل الأعداء وقد ورد ذكر هذه القناة في كتب المؤرخين السؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف يمكن أن يكون قصر الخليفة على عظيفة نهر دجلة وهو الذي كان يتوسط المدينة المدورة ترجمة نانسي قنقر